باب من تبرك بشجر او حجر او تربة او بعض الاشخاص بركاتك اسفن الشيخ اول مسجد النبوي حجرة النبي صلى الله عليه وسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبور الصحابة البقيع احد بدر حدث ولا حرف طيب التبرك يقول ينقسم الى قسمين مشروع ممنوع وانتهينا مشروع والممنوع شيء كسر وقد يصل الى الاكبر المشروع اما ان يكون التبرك بامر شرعي او التبرك بامر حسي محسوس تمام هذا الاخر قال انا منذ ان جدت المدينة ما اصل الا في المسجد النبوي او قبار لماذا قال لان الصلاة في المسجد النبوي بركة اي بركة على الصلاة هنا بالف صلاة تمام واين تطلب العلم قال في المسجد النبوي لماذا قال طلب العلم في مسجد النبوي بركة من أتى إلى مسجد هذا لعلم يتعلم ويعلمك فهو كالمجاهد في سبيل الله والشيخ انتقل إلى المدينة عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعل الله فيها قرارا لماذا قال سكن المدينة بركة اللهم اجعل بالمدينة ضعفة ما اجعلت بمكة من البركة تبرك ايش مشروع شبعي يشرب زمزم لماذا قال الزمزم ماء مبارك لما شرب له طعام وطعم والشفاق السكر نص صحيح تمام ارض فلسطين ارض مباركة صحيح اين باركنا حول تمام ابراهيم عليه الصلاة والسلام وذرية ابراهيم عليه الصلاة والسلام ذرية مباركة تمام هذا تبرك بامر شرعي التبرك بامر حسن الجامع الاسلامي والله جامع المبارك كنتم اهمة الدعوة النجدية مباركة صح تبرك محسوس من الموس نعم لكن يأتي بعض الناس ويتمسح يقول بركاتك سيدنا الشيخ تبرك ممنوع يتمسح بجدران المسجد النبوي بالباب بالحجرة النبوية بتربة احد تربة البقيع احد لا يغني عن احد شيئا ولو كان يغني عن احد شيئا لاغنى عن نبي صلى الله عليه وسلم شج عند احد وقتل الصحابة عند احد وعند بدل صح الذي يغني هو التعلق بالله لا بغير تمام اذا تبرك مشروع تبرك ممنوع طيب هذا يمسح على الحجر الاسود يمسح على نفسه وعلى اولاده الحجر الاسود حجر يضر ولا ينفع لا نتبرك بالتمسح به التمسح بالحجر الاسود شرك افر انا لا اقول هذا على ما يقول هذا نتبرك بماذا باتباع هذه النبي صلى الله عليه وسلم نقدر ونعتقد ان نحجر لا يضر ولا ينفع هذا تبرك مشروع اما تمسحها كذا وعلى نفسك وبعض الناس ياخذ الشماء وياخذ الملابس ويمسحها في جدران الكعبة هذا تبرك ممنوع شرك اسرط لا بدن حذر الناس بهذا